موسيقى نفذت السلطات البولندية تهديدها واعتقلت أحمد زكايف الزعيم الانفصالي الشيشاني فور وصوله إلى أراضيها ذهب زكايف إلى بولندا للمشاركة في مؤتمر يؤيد استقلال الشيشان عن روسيا ويقول أنصاره إنه اعتقل عندما كان في طريقه إلى مكتب النائب العام البولندي زكايف كان يريد أن يأتي هنا بمحض إرادته الشرطة لم تحقق نجاحا بالقبض عليه ولكنها منعتنا من إبداء حسن نيتنا زكايف لم يكن يرغب في الاختباء في بولندا ولا أن يهرب منها فبولندا بالنسبة له مجرد دولة صديقة على الأقل حتى الآن وأعتقد أنها ستبقى كذلك وأعتقد أنها ستطلق صرح وكانت السلطات البولندية قد أعلنت أنها ستستجيب لمذكرة أصدرها الإنتر بول بشأن اعتقال زكايف ولكنها استبعدت ترحيله إلى روسيا رغم النداءات الرسمية من موسكو نحن على اتصال بالجانب البولندي وقدمنا لهم وجهة نظرنا وركزنا على وجود اسم زكايف على قائمة المطلوبين الدولية وتتهم موسكو زكايف بما تقول إنه إرهاب بسبب قيادته للمسلحين الشيشان في حربين ضد القوات الروسية ولكن المحللين يقولون إنه بات يمثل الآن الجناح المعتدل في الحركة الشيشانية يذكر أن زكايف ظل يعيش في بريطانيا منذ حصوله على حق اللجوء السياسي عام 2003 أحمد الشيخ بي بي سي